قصة تركان ودونج وداريا تبدأ الرواية مع ديفنة وتكون ابنة تركان التي بينما كانت على وشك ركوب الطائرة للسفر إلى نيويورك لأجل إنهاء دراستها تقوم خالتها دونج بوضع دفتر مذكرة في حقيبتها دون أن يلاحظ أحد ذلك تقوم ديفنة بقراءة هذه المذكرة التي كتبتها خالتها وحكذا تبدأ حكاية الأخوات الثلاث التي تحكيها لنا دونج تركان تكون الإبنة الأكبر وتليها دونج والصغرة هي داريا والدتهم السيدة نارمين تعمل كمعلمة في مدرسة ووالدهم السيد صادق يعمل مديرا للمكتب البريدي وهناك أيضا مسعود الفتى اليتيم والذي يعاني من إعاقة ذهنية ويثم تبنيه من طرف السيد صادق ويصبح جزءا من العائلة عندما كانت تركان ما تزال صغيرة تم تعيين والدها في منطقة آيفاليك وانتقلت مع والدها لكن والدتها بقيت منفصلة عنهم لبعض الوقت كونها لم تستطع الانتقال من مكان عملها إلى منطقة آيفاليك فورا وبقيت في إسطنبول عند أحد أقربائهم في تلك الفترة كان أخو السيد صادق على علاقة مع إحدى طالبات السيدة نارمين وأصبحت حاملا منه وتوفيت فورا بعد إنجابها لطفلتها دونج بينما الأب هرب خارج البلاد وتخلى عن ابنته ولدت دونج لكن حياتها كانت في خطر وقد جزم الأطباء أنها لن تستطيع النجاة أخذتها السيدة نارمين وقررت رعايتها وبعدها التحقت بزوجها وابنتها تركان وهناك تكفل طبيب يدعى ميتين بالإعتناء بدونج كما أن السيدة ميتين يرزق بابنه صاردار في تلك الفترة كذلك بعدها بفترة تنجب السيدة نارمين ابنتها الصورة داريا مع مرور السنوات وبمجرد تخرج تركان تطلب عائلة ترية من إسطنبول يدها للزواج السيدة روشان التي أعجبت بجمال والغطافة وتقافة تركان تقرر تزوجها لابنها سومير الذي أكمل دراسته في إنجلتيرا وقرر العودة والاستقرار في تركيا لكن بسبب الأعمال فقد كان دائما غائب ومع ذلك تم الكشف بعد سنوات مع اعترافات تركان أن هذا ليس سوى كذبة فقط تقبل تركان بهذا الزواج بناء على طلب من والدتها وفي النهاية الزوجين اللذين لم يلتقيا ببعضهم البعض إلا في يوم زفافهم يعيشون توترا باستمرار في حياتهم الزوجين دونوش تقع في حب صاردار ابن الطبيب الذي أنقذ حياتها لكنها لم تستطع الاعتراف له بذلك يسافر صاردار إلى أنقرة لأجل قراءة الطب ودونوش لم تكن تريد البقاء منفصلة عنه لذلك تقرر الالتحاق بجامعة هناك لكي تبقى قريبة منه في نفس الوقت كانت داريا تجاهز للالتحاق بجامعة كذلك لهذا تقرر العائلة إرسال واحدة منهما فقط وداريا تقنع عائلتها بعد نجاحها في الاختبارات ويقومون بإرسالها إلى جامعة في إسطنبول بينما صاردار سافر إلى أنقرة وبقيت دونوش عند عائلتها كونها لم تجدس الاختبارات دونوش التي كانت تتبادل الرسائل مع صاردار تنقطع أخباره فجأة بينما تركان التي يعتقد الجميع بأنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها سومير في الواقع كانت تعاني من إهمال زوجها الذي لم يكن يحبها أو يهتم بها حتى قد كان لدى سومير حياة منفصلة ومختلفة عن تركان وكذلك السيدة روشان التي كانت تعنفها نفسيا وجسديا وكانت تمنعها حتى من رؤية عائلتها بعد فترة طويلة تصبح تركان حاملا والعائلة التي سعيدت بهذا الخبر تسافر إلى إسطنبول لكي يكونوا بجانب ابنتهم لكن السيدة روشان لا ترحب بهم أبدا حتى أنها عاملة بشكل سيء لهذا يقرر السيد صادق العودة إلى البيت لكن السيدة نارمين تقرر البقاء بجانب ابنتها تركان وبعدها بفترة ترزق تركان بابنتها دفنة توفيت السيدة نارمين بعد عودتها إلى آيفولك بفترة قصيرة ليبقى السيد صادق وحيدا مع ابنته دونوش فيقرران الانتقال والعيش في إسطنبول ويقوم ببيع منزله في آيفولك لكن مسعود الطفل الذي كان يقوم برعايته يقوم بحرق المال دون قصد منه رغم ذلك يسافرون إلى إسطنبول للعيش مع أخت السيد صادق يموت مسعود لاحقا ويتضح أنه لم يقم بإحراق المال بل وضعه في مكان ما دون دراية منه لأنه كان يعاني من إعاقة دهنية داريا التي تتزوج من أردام الشابة التي تعرفت عليه في الجامعة لكن كونها امرأة مدينة على العمل كانت تهمل زوجها وطفلها وأردام الذي لم يعود استطيع تحمل الوضع يطلب الطلاق وداريا التي أدركت خطأها تخصص وقتا أكثر لزوجها وطفلها وهكذا يتراجع أردام عن الطلاق ويعيشون حياتهم في سعادة دونوش التي كانت عمتها تحاول جايدة إيجاد عريس لها تلتقي أخيرا بساردر التي كانت تعتقد أنه توقف عن مراسلتها لكن الحقيقة أن السيدة نارمين التي كانت تخفي الرسائل التي كان يرسلها لها لأن والده كان يعرف حقيقة أن دونوش ليست ابنتها الحقيقية وكانت خائفة من أن يخبرها أحدهما بذلك لكن في أحد الأيام يعترف السيد صادق لدونوش وهو تميل بأنها ليست ابنته الحقيقية بل ابنة أخيه تتزوج دونوش من ساردار ويرزقان بتفلهما جان لاحقا تصاب بمرض السرطان وتبدأ بالعلاج وتشفى منه توركان التي لم تعد تستطيع تحامل العيش مع سومير أكثر تطلب الطلاق وتأخذ ابنتها لتبدأ حياة جديدة وجدت وظيفة وانتقلت لمنزل جديد مع ابنتها وفي مكان عملها تتعرف على السيد كارتال الذي يكون مدير الشركة التي تعمل فيها لقد كان شخصا لطيف وحنون للغاية ويهتم بها وابنتها كذلك ولاحقا يتزوج كارتال وتوركان ويعيشان حياتهما بسعادة بينما رزق سومير بابنات من امرأة أخرى وأسماها كيراز وهكذا عادت الأخوات التلات والعائلة كلها إلى أيضلك وعاشوا في سعادة وهناء مع أولادهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر